السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام النهاردة هنعمل بسكوت العيد يا جماعة كل سنة وحضراتكم طيبين بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا مأدير مصبوطة 100% خليكم معنا وشوفوا الطريقة يا جماعة عندنا المكونات 3 كيلو دقيق دي مأدير 3 كيلو دقيق 3 كيلو دقيق عليهم كيلو سكر بودرة عليهم 3 بيكن بودر ريحة جوزة الهند اتخليها جميلة وراحتها تحفية يا جماعة فانيليا سيلة عندنا جوزة الهند 4 معالق كبار 3 معالق نشا كيلو من الزبدة ربع زيت 15 بيضة زي ما انتو شايفين كده انا دلوقتي نزلت دعاكت الاول الزبدة كويس زي ما انتو شايفين وبعدين نزلت بكيلو السكر البودرة هدعك فيه كويس اهو زي ما انتو شايفين اهو بدعك السكر كويس في الزبدة لو عندك مضرب اعملي بيه او العجان بس احنا كنا بنعمل بادينا يا جماعة اهو بلف كده السكر بالزبدة ونزلت بيضة بيضة لازم تنزل ببيضة بيضة لغاية ما تختفي البيضة بتنزل التانية لغاية ما تتخلصي الخمستاشر بيضة المقادر دي يا جماعة مزبوطة مية في المية كربوها كل السنة وحضراتكو طيبين اهو نزلت ببيضة بيضة او بتعمليها بالمضرب واشوفوا عندنا الزبدة يا جماعة ضعفة ازاي ما ادام اشتاها ايه انا انت اللي حطتو لا دل صدهم لا بس في البيضة وانت بتعملي دي راحة جوزة الهند تحفة تحفة بتخليها جميلة جدا اربع معالق بشر جوزة الهند بنزل بكل المكونات زي ما انتوا شايفين وبعدين بنلخل الدقيق ونزلنا كده الثلاث بواكي بيكين بودر ويا جماعة زي ما انتوا شايفين انا بتف كده اختي ربنا يخلناها اللي قلنا بنساعد بعض هي اللي بتنزل المكونات اهو وحطيت رشة ملح كمان اهو يا جماعة بصي العجينات تحفة بصوا جميلة جدا اهو مزبوطة في مية في المية بصوا اه بصوا البسكوتة تنزل معنا بالمكونات تحفة ازاي جماعة كل سنو حضراتكو طيبين جربوا الطريقة دي لازم انت تجربوا الطريقة دي جماعة مقادير مزبوطة في المية في المية لمقادير المكنة اهو زي ما انتوا شايفين جاملة جدا فالراحة اودكو كل سنو حضراتكو طيبين كنا بنعمل في الفرن دي يا جماعة اهو وتدع عندنا بالجمال ده اهو يا جماعة جميل جدا جدا الفة هنا وشفة عيد سعيد عليكو يا رب استنوا معنا هنعمل الكحك بكل تفاصيله فلون جماعة جميل جدا جدا ومقرمش وجميل لازم انت تجربوا المقادير دي مقادير تلاتة كيلو دقيق كل سنو حضراتكو طيبين عيد مبارك عليكو يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر